هنروح بقى لفريق كرة القدم اللي واصل تدريباته النهاردة استعدادا للمرحلة المقبلة مواجهة فاركو ان شاء الله في الدولي المصري يوم الجمعة 14 يونيو عاقب نهاية فترة التوقف الدولي كولر الحقيقة عمل محاضرة بالفيديو مع كل اللاعبين لشرح بعض النقاط الفنية في التدريب ايضا التدريب شهد تركيز على تنفيذ بعض الجمل الفنية ما بين اللاعبين ان شاء الله يوم السبت من المقرر ان يخود فريق النادي الاهلي مباراة ودية ضد نادي النجوم ستقام المباراة زي ما حضراتكم عارفين على ملعب مختار التتش في مقر نادي بفرع الجزيرة طاهر موجود أفشا موجود أفشا موجود طاهر موجود مودست موجود أفشا موجود هروح وارجع على أفشا تاني طاهر موجود كل الكل موجود في هذا التمرين أو في تمرين الجماعي للنادي الاهلي لأنه كلام كتير قيل على موضوع محمد مجدي أفشا محمد مجدي أفشا إذا رأى مدير الكورا أنه هو أخطأ فسيتم عقابه وسيعتذر وبالتالي الموضوع يا جماعة النادي الأهلي أكبر من أي حد النادي الأهلي كل لعبته لعبة محترمة كل لعبته لعبة كبار جدا ونجوم وكل حاجة ولكن في نفس الوقت عايز أقول لحضراتكم حاجة اللعبة دي بشر اللعبة دي بتخطئ لأنه ما فيش واحد في الدنيا لا يخطئ كلنا بنخطئ ولكن كيفية العقاب عند الخطأ هو ده الموضوع النادي الأهلي مش بيعمل الشغل جهجهوني النادي الأهلي مش بيعمل الشغل علشان يطلع مثلا مدير الكورا يتنطط ويقول أنا عملت ولا خليت ولا سويت عمرها ما بتحصل من أيام الله يرحمه كابتن ثابت البطل أسطورة كبيرة واللي بعده واللي بعده لغاية كابتن سيد عبد الحفيز لغاية دلوقتي كابتن خالد بيبو الكل بيواصل الكل بيواصل العمل على إيه على ليحة ليحة بيتم تطبقها على المخطئ لأنه لو في فريق كورا عنده لعيبة مش مخطئين والله العظيم ثلاثة ينزله درجة ربعة يعني عم إسلام الكلام ده لعيب الكورا بيبقى دايما أو لعيب الكورا عنده دايما حتى لازم يكون فيها إبداع فالإبداع ده بيخليك تفكر وبيخليك تروح وبيخليك عايز تعمل بشكل حلو عشان يروح يجيب المهاجم يروح يجيب جون أو الباكرايت يعمل أوفر حلو عشان المهاجم يجيب جون وبالتالي كل البشر بيبقى عندهم غلطات ولكن زي ما قلت لحضراتكم في النهاية كيفية العقاب وكيفية احتواء الأمر تم احتواء الأمر بتطبيق الليحة والموضوع انتهى من فضل حضراتكم مش عايزين نتكلم في هذه الأمور مرة أخرى لأنه النادي الأهل زي ما قلت لحضراتكم دائما سيظل أكبر من أي حد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر